من الرياض خرج وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لتجديد دعمهم للمسار السياسي في اليمن الرئيس عبدربو منصور هادي رئيسا شرعيا للبلاد ومخرجات الحوار الوطني سبيلا لانتشالها من الفوضى هو الخطاب الذي تتشبث به دول المجلس والطريق لذلك العودة لطاولة الحوار في إطار جديد بداية من المكان أولا المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها يعني هذه الأهداف التي المؤتمر يسعى إلى تحقيقها والمدعوين كل من يريد المحافظة على الشرعية وأمن واستقرار اليمن من الجزائر حيث يجتمع وزراء الداخلية العرب خرجت الرسالة ذاتها المبادرة الخليجية كأفضل إطار لحل الأزمة اليمنية بيد أن التطورات الميدانية لا تشير إلى انفراجة قريبة ففي الوقت الذي تعود فيه الدبلوماسية إلى الواجهة وإن باحتشام يبقى صوت السلاح هو الأعلى توجه الحوثيون إلى شمالي سعد على الحدود السعودية لتدريبات قالوا أنهم استخدموا فيها جميع أنواع الأسلحة المتوفرة ثقيلها وخفيفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح يقوم منجهته بتحسين تعاز أما هادي فيجتمع بقادة عسكريين وميدانيين لتعزيز الانتشار بعدا استعراض قوة بينما يواصل آلاف اليمنيين التظاهر في مدن عدة احتجاجا على سيطرة الحوثيين تصطدم الدبلوماسية إذن بميدان متحرك ملغوم نيات حسنة للتجاوز وأخرى لمزيد التوسع والمضي في سياسة الأمر الواقع وكلما تأخر الحل استفحلت الأزمة ترجمة نانسي قنقر